الأهلي وأصوان بكرة ساعة 3 إلى ربع يعني خلاص أقل من 15-16 ساعة إن شاء الله وتبدأ هذه المباراة وبالتالي مباراة صعبة مباراة مهمة خصوصا بعد الرجوع من كاس العالم للأندية وهزمتنا من الهلال فبالتالي المباراة دي كل جمهور الأهلي ينتظر بص يا كابتون السلام قبل المباراة طبعا احنا بنتكلم على حاجات كتير قلنا هتقبل النادي الأهلي الفترة الجاية يعني قبل ما نكون روح كاس العالم كنت مع حضرك في حلقة هنا وإننا نادية هقبل ظروف هتقبله بعد كاس العالم هي دي هي دي هي النقطة ده عدد المباراة ده عدد كاس العالم بـ 3 أسبوع بدنا نتكلم إننا بعد نادية الأهلي هيلعب عدد مباراة كتيرة جدا في وقت قليل جدا ورجعت على حتى ما الحقتش سفرت على مباراة الهلال ودلوقتي خلاص ما فيش حتى يومين 3 وبتلعب هو مباراة في أسوان مباراة صعبة جدا حتى كمان حصلك وحش إنك بتلعب في توقيت إنت مش بتعود عليه المباراة جاي على الهلال توقيت ساعة 3 كالإسلام دي برضو كل مباراة النادي الأهلي مبلعبش في الطايم ده خالص أي فبردو العيم مش بتعود جاي من طقس المغرب درجة حرارة 12 و13 و14 طالع على السودان مثلا حاجة و30 وده برضو أسوان درجة حرارة رائبة من السودان برضو درجة حرارة عالية فدي عوامل كتيرة جدا عكس أو ضد لعبة النادي الأهلي أو ضد فرت النادي الأهلي بس هي دي دي طبيعة الفرق كبيرة لازم تتعود على كل المشاكل وكل الحاجات دي مباراة صعبة أسوان عنده طموح كبير جدا عامل كابتن أيمن الرمادي من المدير الفانين اللي نجحه السنة دي واسمه تردد كتير جدا في الدورة المصر السنة دي فرقة أسوان معاه شكلها مختلف بتلعب تكتك فرقة منظمة جدا عنده مجموعة من اللعبين عندهم طموح أن هم يحفروا أسامين في الدورة المصر كل واحد بيعرض اسمه أسوان في ظل الإمكانات المادية الضعيفة جدا بس برضو عاملين شكل كويس قوي في مركز ما تصدقش من أول الدورة أن أسوان في مركز تاسع وتامن دي برضو أسوان على طول كان في المواسم السابقة بإما بيصار على هبود وبينزل لكن السنة دي لا أسوان شكل مختلف نتائج على ملعبه مختلفة لأن طبيعة الملعب ودرجة الحرارة وطبيعة المباراة نفسها فأسوان مختلفة وهو ده اللي بنجح أسوان معظم نتائجه تلاقيه بيكسب على ملعبه على طول النتائج يتعادل برة يخسر لكن على ملعبه حتى كمان كسب الزمالك كسب فرق كبيرة جدا على ملعبه فالمباراة بكرة صعبة جدا بالنسبة لنا لإحنا برضو جايين من ثلاثة أيام مباراة للهلال مباراة صعبة جدا مشاكل كتير جدا فيها أقاول كتير جدا فيها لكن إن شاء الله ندل أهلي قفل صفحة الهلال وإن شاء الله مباراة أسوان بكرة نقول لعبة ندل أهلي تصالح جمهورة اللي هو زعل بعد مباراة الهلال لأنه أنت عارف ندل أهلي برضو لبقى أنه ثلاثة مباراة مبنكسبش صحيح فدي برضو يعني إيه أكيد لعبة زعلانة وأكيد الجهاز طبعا كله زعلان والجماهير ندل أهلي زعلان فإن شاء الله لعبة ندل أهلي بكرة صالح جماهورة إن شاء الله